فقط لأتذكير قواتنا موجودة في العراق في كل من العراق وسوريا وفي المنطقة بشكل عام لدعم الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة وهذا هو جوهر عمليتنا ونحن في هذه الأثناء سنعمل على توفير الحماية لقواتنا ولكن أن أكشف أو أناقش أي عمليات عسكرية محتملة سوى القول بأننا سنرد في الوقت والشكل الذي نختارهما القيادة المركزية ما زالت تقيم ذلك الهجوم ولكننا واثقون بأن ذلك الهجوم مدعوم أو نفذته ميليشيات مدعومة من إيران أننا نأخذ مجموعة من الاعتبارات عند اتخاذ القرارات بما في ذلك أهدافنا في المنطقة والتي كانت منذ البداية منعوا تحول الوضع بين الإصابعين إسرائيل وغزة من التوسع ليصبح نزاعا أو سراعا واسعا نطاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر